بسم الله الرحمن الرحيم في لقاء سابق كان حديثنا حول سد النهضة والحديث الذي بدأناه لا نعود إليه إلا للتذكرة قلنا فيما سابق أن هناك قوى دولية وإقليمية تقف بالمساعدة لإثيوبيا لاستكمال بناء سد النهضة ولم يتخذوا أي مواقف إيجابية في إنهاء الخلاف الذي وقع بين مصر والسودان وإثيوبيا حول سعي إثيوبيا لملء هذا السد بكميات مهولة من المياه ينتج عنها في حالة تعنت إثيوبيا وتصميمها على ملء السد خلال مدة زمنية من ثلاث إلى أربع سنوات بكميات تصل إلى سبعين مليار متر مكعب خلال فترات الملء والمرحلة الأولى والثانية التي ستذهب إثيوبيا بعنادها واستكبارها لملءه قريبا ستصل إلى خمستاشر إلى سبعتاشر مليار متر مكعب خلف سد النهضة ولوجود تداعيات جديدة وأحداش متلاحقة قررنا أن نستمر في تتبع ما يحدث حول سد النهضة ليكون الأمر واضحا أمام الجميع ولتنشغل به كل العقول سواء المشاركين بالرأي أو بالبيان إلى آخره كحالي أنا الآن لكن عايزين في البداية نؤكد على أمر مهم أن مصر لا تعتش مصر لن تموت لأن مصر لها حق أصيل وثابت في مياه تزعم إثيوبيا أنها منحة إلهية يقولون الأمطار منحة إلهية لإثيوبيا لو أنهم قالوا أن الأمطار منحة إلهية لسكت الناس جميعا لأنها حقيقة فالأمطار هي منحة إلهية لأن الله يقول أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون المزن هي السحب الله سبحانه وتعالى يجريها بقدره وأمره ويأمر الرياح أن تصرف هذه السحب فتنزل أمطارا على مكان يشاءه الله ويمنعها عن مكان آخر لا يقدر الله فيه المطر لكن أن يضيف منحة إلهية لإثيوبيا فهذا غلوم هذا تبجح هذا تنطع في الأيام الماضية معلوم للجميع وأنا هنا أذكر فقط كل الإخوة الذين يتابعون هذه اللقاءات أذكرهم أن هناك مؤتمرا قد عقد مؤخرا في دولة الكنغو الديمقراطية في مدينة كينشاسا ومعلوم أن الكنغو هي الرئيس الحالي لمنظمة الوحدة الإفريقية أو للاتحاد الإفريقي آسف هي رئيسة الاتحاد الإفريقي كله الآن رئيسة الدول الإفريقي مصر كانت هي في 2019 رئيسة هذا الاتحاد ومصر وهي رئيسة الاتحاد كانت دولة مسؤولة دولة تحترم الموثيق وتحترم وضعها ومركزها الإقليمي وتاريخها ومن ثم لم تستغل هذا الوضع أنها رئيسة للاتحاد الإفريقي وتستخدم آليات معينة حتى تمرر ما تريده بشأن سد النهضة لكنها دولة مسؤولة ودولة ملتزمة لم تفعل ذلك الآن مصر والسودان وافقوا ومعهم أثيوبيا كذلك على أن يرعى أو أن ترعى الكونغو الديمقراطية المفاوضات الأخيرة التي فشلت بين مصر وسودان وإثيوبيا إلا أن للأسف الشديد إثيوبيا تعنتت ولم تنجح المفاوضات بسبب الغلو من أثيوبيا وأنها متشددة البعض يسأل لماذا هذا الموقف الأثيوبي؟ لماذا هذا التشدد؟ لماذا هذا العناد؟ لماذا هذا التعنّد؟ أثيوبيا في المقام الأول هي معتمدة اعتماد كامل وكلي وعندها ثقة مطلقة في إسرائيل للأسف الشديد ومعلوم أن الأثيوبيا من إيام زيناوي رئيس أثيوبيا الأسبق وهو كان يعالج في مستشفى أداسة في إسرائيل معلوم العلاقات التاريخية بين أثيوبيا وإسرائيل وأن أول يهود تم ترحيلهم أو خروجهم من أثيوبيا إلى الأرض المعاد كما يزعمون أو للدولة الصهيونية كانوا من أثيوبيا هم يهود الفلاش فالعلاقات قوية متأصلة ومتجزرة ومنذ ما يزيد على العام قليلاً كان نيتنياهو يخطب في تجمعات إثيوبية وقائلاً لهم إن إثيوبيا هي ملء القلب والعين في إسرائيل وأن العالم يتحدث على أن أفضل الألبان هي الألبان الهولندية وأكثر الأبراء الأبقار وأكثر الأبقار إنتاجاً لللبن الوفير هي هولندا وفرنسا وألمانيا ثم أرضف قائلاً ولكننا نريد في المستقبل القريب أن تكون إثيوبيا لديها البقرة الإثيوبية رقم واحد في إنتاج الألبان نريد لإثيوبيا أن تكون الدولة الأولى في الإنتاج الزراعي والتصدير الزراعي والصروة الحيوانية وتصديرها نريد لإثيوبيا أن تكون بها ثروة سمكية هائلة إذن إسرائيل تريد من إثيوبيا وتريد من الدول الإفريقية الأخرى مراكز استراتيجية مراكز لها بعد اقتصادي وبعد سياسي وبعد ديني إلى آخره يعني ومن هنا إثيوبيا تعتمد اعتماد كل على إسرائيل وعندها ثقة داخلية أن مصر التي جاء على لسان رئيسها الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر لن تفرط في قطرة ماء من مياه النيل وأن مصر رغم النفس الطويل أو سياسة النفس الطويل والاستمرار في المفاوضات مع الجانب الأثيوبي ورغم تعنته وصلافته إلا أن مصر أثبتت للعالم كله أنها تريد لهذه القضية أو لهذه الإشكالية أن تحل بشكل دبلوماسي في نطاق العمل المتسم بالسلام وتحقيق الأمن والاستقرار للشعب المصري والأثيوبي والسوداني وللمنطقة كلها الرئيس السيسي أكد على أن من يريد أن يجرب اللعب مع الدولة المصرية في أمنها القومي أو أمنها المائي فليقترب وليجرب وهذا أخذ على أنه تهديد بالحرب إلا أن الرئيس السيسي في ذات الوقت قال نحن لا نهدد أحدا ولا نريد حربا ومعلوم أن الدول لا تسعى لإشعال وإذكاء الحروب بسهولة هكذا ولكن إذا فرد علينا الأمر أو فردت علينا الحرب فسنؤدي الحرب وستكون حربنا كصلاة عصر لا سنة فيها ولا وتر لأن مصر دولة كبيرة مصر تستطيع أن تنتصر في معاركها العسكرية والسياسية وتستطيع أن تخرج من كل أزماتها قوية عزيزة ومصر لن تقهر أبدا ولن تتراجع عن تحقيق أهدافها وأحلامها بشكل محترم وفي ظل السلام لكن إذا كانوا لا يريدون السلام ولا يريدون هذا القدر من الاحترام فليجربوا وليقتربوا كما قال رئيس مصر الرئيس عبد الفتاح السيسي فأثيوبيا تعتمد على إسرائيل وإسرائيل لتعلموا أنها قد أحاطت سد النهضة بقاعدة فيها سواريخ سبيبر هذه السواريخ هي شبكة حماية لسد النهضة في حال وجود هجوم من الجو من الطائرات أو من أي أنواع آخر من الأسلحة سواء عبر البحر بسواريخ تطلق من سفن بحرية أو إلى آخره فإسرائيل هي التي تعهدت بحماية هذا السد وبحماية أثيوبيا وهي التي تدفع أثيوبيا للاستمرار في تعنتها ورفضها كل المحاولات الساعية لتحقيق سلام والرامية إلى تحقيق الاستقرار في هذه المنطقة حتى أن السفير الأمريكي في الكونغو حس أثيوبيا وحس المفاوض الأثيوبي عندما بدأت الاجتماعات الأخيرة التي استمرت يومين في العاصمة كينشاسا حس الجانب الأثيوبي على أن يتساهل وأن يكون لديه الإرادة الكاملة في تقديم كافة المعلومات الفنية التي تتعلق بسد النهضة لمصر والسودان ثم قال السفير الأمريكي هو الآخر نحن نمد يد المساعدة لمصر والسودان وأثيوبيا ونعلم أهمية مياه النهر ونهر النيل لهذه الدول الثلاث وتمنى أن لا تنتهي هذه المرحلة من مراحل المفاوضات التي استمرت حتى الآن ست سنوات أن لا تصل هذه المرحلة إلى الفشل ولكن أمنيته لم تتحقق وفشلت المفاوضات وأثيوبيا بتعنتها وبصالفها هي التي أفشلت هذه المرحلة الأخيرة من المفاوضات يصبق هذه المرحلة أمور كثيرة حدثتها المتحدث مثلا باسم الخارجية الأثيوبية كان في مدخلة على قناة الجزيرة مباشر وفي قنوات أخرى وكان تصريحه في كل هذه القنوات وخاصة على قناة الجزيرة كانت لو مساحة أوسع قال أن أثيوبيا مياه النهر حق أصيل دها وليس لأي دولة أخرى من دول المصب ويقصد طبعا السودان ومصر لأن ليست هناك دولة مصب غيرهما وأثيوبيا هي المنبع قال أننا أصحاب الحق الأصليين وليس لأي من دول المصب أن يتحدثوا عن هذا الأمر إلا في حدود الحصص التي مش المقررة بقى التي تقررها أثيوبيا ثم أرضف قائلا مع المزيع قال إيه المتحدث باسم الخارجية الأثيوبية وطبعا ده رجل مسؤول وما يتحدث به هو حديث يعبر به تعبير كاملا على اتجاه الخارجية والخارجية عندما تحدث المسؤولون فيها ده في أي بلد في العالم فهم يتحدثون عن السياسة الخارجية لدولتهم تجاه العالم الخارجي فقال نحن من حقنا أن نبيع الماء الفائض عن حاجتنا لدولة المصب أو لأي دول أخرى هنا نضع خطوط حمراء كثيرة تحت تعبيره أو مقولته أو لأي دول أخرى وقبل أن نصل إلى هذا التصريح العنيف الذي أنبأ عن المكنون الداخلي للاسيوبيين وكشف خداعهم وكشف نياتهم الخبيثة تجاه دولة المصب مصر والسودان هو يتكلم بغرور وباستهجان شديد وبصلف شديد عندما يقول أن أثيوبيا هي صاحبة الحق الأصير وأن مسؤول آخر عبر بتعبير ثاني قائلا أن مياه النيل كما ذكرت في أول عديث هي هبة إلهية لأثيوبيا فقط ومعنى ذلك أنهم يتحدثون على أن مياه النيل ليس لأحد حق فيها إلا أثيوبيا لأنها هي دولة المنبع هي الدولة التي تسقط عليها الأمطار هي الدولة التي تتضفق منها المياه عبر أنه يقول أننا بعد أن نكتفي يعني بعد أن تأخذ إثيوبيا ما تريده وما تحتاجه من هذه المياه المتضفقة من الأمطار على أراضيها بعد أن تأخذ ما تحتاجه سوابع مخزن خلف السد لتشغيل التربونات التي تولد الطاقة القاربائية لاستخدامها في أعمال النهضة ولنحن بالطبع لسنا ضد ذلك لا مصر ولا السودان ولا أي إنسان ضد أن تطور كل الدول نهضتها وتهتم بأمن شعوبها وبمصالح شعوبها لسنا ضد النهضة الإثيوبية لسنا ضد أي من ذلك لكن نحن ضد أن تسعى إثيوبيا لتحقيق ذلك على حساب جيرانها السيوبيا هنا لا تعبأ ولا تهتم بالملايين في السودان والملايين في مصر هل يعيشون هل يموتون عطشا لا يعنيها ذلك بهذه التصرحات يأخذوا حصتهم أو يأخذوا ما يكفيهم ثم بعد ذلك لم يقل ثم نترك الباقي للآخرين لكنه في صلف وفي هرور يكشف عن سوء نياتهم وسوء مقصدهم يقول أن من حقنا أن نبيع ما فاض عن حاجتنا لدولتي المصب ولأي دولة أخرى أي دولة أخرى هي إسرائيل إسرائيل التي تسعى منذ أيام أنور السادات في التفقيد كامب ديفيد عندما أقام السادات أو أصدر التوجيهات وأنشأت ترعة السلام ولكن أنشأت الترعة ولم تصل إلى قلب إسرائيل والسادات كان يتعامل معهم بعقلية السياسي الماكر الفاهم الواعي الذي لا يثق بهم ولا يعطيهم أمانا ولا ضمانا رغم أنه نسالمهم وهذه هدنة لم تكن سلام مطلقية هدنة أيضا في عصر الرئيس المبارك انتهى الأمر إلى إقامة بعض سحارات المياه في سرابيوم وهكذا إرضاء لكن لم تصل مياه لإسرائيل هدف إسرائيل الأول والأخير أن تصل مياه نهر النين إلى قلب إسرائيل وهي تحاول أن تصدر أثيوبيا وتدعم أثيوبيا بكل قوة حتى بعد ذلك تشتري منهم المياه أو أن تصل مقابل هذا الدعم المياه يعني المياه تصل هدف إسرائيل أن تصل المياه من أثيوبيا إلى إسرائيل مقابل الدعم اللوجستي والدعم العسكري والدعم الاقتصادي والدعم الفني من إسرائيل لأثيوبيا في بناء هذا السن ومن هنا يتساءل الكثيرون إذا كانت إسرائيل تفعل ذلك وهي قد وقعت مع مصر معاهدة سلام ألم نقل من قبل ألم نقل من قبل كثيرا وقال كل صرفاء هذه الأم أنه لا تطبيع مع هذا العدو الخائن لا تطبيع أبدا مع الصهائنة هم قتلتوا أنبياء هم سماتهم وتاريخهم ينبئون على أنهم ينقضون العهود ينقضون المواثيق يقتلون الأنبياء لا يرقبون في مؤمن إل ولا زمة يعني لا نساق ولا عهد ولا قانون مع أي غير من كان من جلدتهم ومن دياناتهم من بني إسرائيل وهم في الحقيقة لا علاقة لهم ببني إسرائيل بابناء يعقوب هم مجموعة من الصهائين المحتلين المغتصبين ليزي الأرض ورغم أنهم موقعون على اتفاقيات سلام إلا أنهم يعلنون العداء للدولة المصرية هذا واضح تماما ومن هنا ينبغي على الدولة المصرية أن يكون لها مواقف واضحة تجاه هذه الدولة المعادية التي ستبقى معادية إلى أن تتحرر فلسطين وتتحرر القدس بإذن الله كل هذا دفع أثيوبيا لهذا التعنط وكل يوم نسمع تصريحات كلها تصريحات استفزازية للدولة المصرية والدولة السودانية أثيوبيا تطالب الآن على لسان كثير من مسؤوليها تطالب بأن يعادى النظر في تقسيم حصص المياه زاعمين كذبا وزورا أنهم لم يوقعوا على أي من الاتفاقيات العادلة لتوزيع الحصص المائية ونسوا وبهذا الكلام وبتصريحات المتحدث الرئيس الميبس وزارة الخارجية من بيع المياه للمصر والسودان ولغيرهما هذا معناه أنهم يرفضون ويتنصلون من توقيعاتهم على اتفاقية توقسيم المياه الموقعة في 1959 أيضا لا يحترمون القانون الدولي والمواثيق الدولية التي نظمت العلاقة بين دول المصب ودول المنبع فيما تعلق بالأنهار المائية على مستوى العالم العالم فيه أنهار مائية كنهر النيل كثيرة جدا ومن هنا لم تترك الأمم المتحدة ولم يترك القائمون على سن القانون الدولي وتطبيق القانون الدولي لم يترك هذا الأمر عبسا ليعبس به العبسون كما يعبس العبسون في اثيوبيا اليوم بهذا إنهم وضعوا لكل شيء ضوابط وشروط وموانع وأسباب ولديهم قواعد حاكمة في مثل هذه الأمور عندما يحدث الخلاف الخلاف الآن قائم اثيوبيا ترفض القانون الدولي ولا تحترم اثيوبيا ترفض المواثيق الدولية اثيوبيا تتنصل من الاتفاقيات الإقليمية والدولية الملتزمة بها ظنن منها أن إسرائيل ستحميها ولكنهم لا يعرفون تاريخ الدولة المصرية لا يعرفون الجيش المصري لا يعرفون عظمة الشعب المصري يوم أن يستدرجون وآسف لاستردام هذا التعبير أو هذا اللفظ لأن مصر تتفاوض منذ ست سنوات بنفس طويل ولم ترفض أي مسعى للحل السلمي إذا استدرجنا أو إذا فرضت علينا الحرب ستحارب مصر وشعبها سيقبل أن يموت ولكن لن يموت على الأرض المصرية بل شرف له أن يموت على أرض إثيوبيا دفاعا عن أمنه المائي ولن تنتصر إثيوبيا ولا إسرائيل ولا بعض الدول للأسف الإقليمية في منطقة الشرق الأوسط التي تساند إثيوبيا ضد الدولة المصرية وضد الشعب المصري بعد هذه التصرحات من المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الثيوبية وبعد فشل المفاوضات الأخيرة في الكونغو الديمقراطية في مدينة كنشاسة وبعد أن أعلن السيد وزير الخارجية المصري السيد سامح الشكري فشل المفاوضات الأخيرة جاء الرد سريعا من رئيس الأركان المصري أو رئيس أركان القوات المسلحة المصري الفريق محمد فريد حجازي الذي أكد وقال بعد ساعات من هذه التصريحات قال أن الجيش المصري والجيش السوداني يقفان في خندق واحد ويعملان من أجل حماية المقدرات لكل البلدين ثم أرضف قائلا وأن هذا التعاون ليس مجرد تعاون في التدريب وكان ذلك بعد الانتهاء من تدريبات الأخيرة بين الجيش المصري والجيش السوداني قال أن هذه التدريبات وهذا التلاحم بين الجيش هو له أهداف استراتيجية حالية ومستقبلية وعلينا أن نضع خطوط كثيرة تحت كلمتين أن الجيش المصري والسوداني يعملان في خندق واحد ثم أن هذه التدريبات وهذه الخندقة أو هذا التفاعل بين الجيش له استراتيجية حالية واستراتيجية مستقبلية وثم أكد على أن التعاون المشترك بين القوات المسلحة المصرية والسودانية هي ستعود بالنفع المشترك على البلدين في مصر والسودان كانت هذه تصرحات السيد وزير الرئيس أركان القوات المسلحة السيد محمد فريد حجازي أيضا أكد المتحدث مصر موزارة الخارجية المصرية قائلا أن إثيوبيا لا تتمتع بالإرادة السياسية الكاملة لإنجاح المفاوضات حتى أن الجانب الأثيوبي هو وجه اتهام لمصر أنها تريد تسييس القضية قضية سد النهضة ونحن نقول لهؤلاء الأغبياء أولا ردا على زعمهم أن مصر تريد أن تسييس القضية نقول لهم أولا لا توجد بين مصر والسودانية من ناحية وبين أثيوبيا من ناحية أو بين مصر وأثيوبيا من ناحية خاصة لا يوجد خلاف أيديولوجي من ناحية سياسية أو فكرية إلى آخره فكيف يكون هناك تسييس لهذا الأمر إلا أنه ينبغي أن يفهم الجانب الأثيوبي والأثيوبي وينبغي أن يفهم كل المتحدثين من أثيوبيا أن القضية بطبيعتها أصبحت قضية سياسية في المقام الأول مصر والسودان يتعرضان ومصر بالذات تتعرض إلى انتهاكات واعتداءات وتهديدات لأمنها المائي وأمنها القومي الذي سأنعكس عليه إذا تعنتت أثيوبيا وواصلت غلوائها وواصلت في نكوسها بالعهد وأنها قالت لن نضر مصر ولن نضر السودان إلا أنها دولة كذبة دولة مماطلة دولة دولة ليس لها إرادة سياسية وسأعود لذلك